موسيقى والله متحكش عليكم الراجل محتر يعني هو راجل نفسه يبقى محترم مش عارف يبقى يبقى راجل اللي هو فيقول له لأ لازم تبقى متفاهم يبقى متفاهم يقول له انت هتبقى متفاهم واظبط حالك كده وخليك راجل في بيتك هو مش عارف يعمل ايه وكل ما يحاول ياظبط لأ تجيله تقوله لأ ما بنتعاملش مع الرجالة بالطريقة دي والموضوع صعب قوي وفي الاخر بتخلص معاه وبتقول له انا قوائية فالك تقوله انا وثقى بنفسي بنفسي فهو مش فاهم كيف تتعامل مع هذه المرأة الجين ما عم يعرف يتصرف مع المرأة لأنه هي امرأة معقدة غلط المملكة بتاعت المرأة على مرر التاريخ النهاردة لا هنجيب بقى استتات تتكلم عن استتات لان خلي بالك احنا كل مرة بنلاقي ان رجال هي اللي عمال بتتكلم عن استتات وفي رجالة شغال هالموضوع قوي يعني عمال بتتكلم يعني بيقعد يعمل تمنتاشر الف فيديو يتكلم عن حقوق المرأة والعدالة وفي الراجل يعني الراجل شغل هو موضوع استتات ده مش فاهم في ايه فتعالوا بقى نسمع من استات كلام عن استات وعن الرجالة برضو عن الفيمنيزم عن الفيمنيزم عشان انا خلق داية ماشي معنا صديقة العزيز صارة الرفاعي صالح حبيبة قلبي حبيبة قلبي حبيبة قلبي صارة حربوش صالح برضو واشتزاء دعاء اهلا وسهلا بيكم اهلا بيكم اهلا بيكم اتعامل ازاي مع الست واطلع مش ذكوري اطلع مش مشتوم عايز اطلع محترم يلا من عندك لا لا من عندك يا صارة تتعامل معكي في منيح يعني اه لان انا بحس ان انا ايه كون راجل يعني يكون عندك المعنى الحقيقي للرجولة طب اللي هو منفتقده نحنا بهايد الفترة طب يعني اخر كلام عندك وراجل بيعمل ازاي عشان بس راجل ما بقشك لا لا انا 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 بختلف ارضاء المرأة غاية لا تدرك صراحة لا حرام مبارك الله فيك لا 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 ابدا ارضاء المرأة غاية لا تدرك صراحة والله العظيم صح لا بالعكس يا عمي طلباتها طلباتها بسيطة الحقوق اللي عم بتطالب فيهم بسيطة لو كان هو رجال بمفهوم الرجولة هتكون هي راضية الا اذا هي اكسبشن طالع عن القاموس وهي واحدة تنكي شوات انا شايفة بقى حاجة تانية خالص ان كل واحد فينا حالة مختلفة كل انسان فينا حالة مختلفة مهم جدا اعرف مفاتيح اللي قدامي عشان اعرف اوصل اللي مرأتي او اوصل اللي جوزي محتاج قوي اعرف المفتاح بتاعها ده فين كل مفتاح غير التانية ومفتاح الراجل ايه؟ لغات الحب بتاعته لغة الحب بتاعته ايه؟ لغة الحب بتاعته ايه؟ وقدر اشتغل عليها هو يدوب يحكي هو يدوب يحكي لغات الحب تلعته انا اعرف لخب تلعته انا مش على فكرة فيه لغات حب مش محتاجة تحكي والله العظيم يا جماعة لو هارفك انا اقدم عليها عشان شو صحيح ولو لي حتى اخدها بس فيدي عشان احنا احنا المرأة كائن معقد يعني عنجاد والله يعني احنا يدوب نفهم حالنا احنا يعني بصعب يعني احنا بني ادم عاطفي بني ادم تحكم في مشاعره ما في مانيول بنزل كيف تتعامل مع هذه المرأة ما في هذا الاشي ما في مانيول بشكل عام مثل ما قالت كل حالة بس بشكل عام ما نقول انه الرجال ما عم يعرف يتصرف مع المرأة لانه هي امرأة معقدة غلط انا ما حكيت امرأة معقدة انت هانا عم بتقولي نحنا انت تبقى رايق تصلي لا 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 انا بقول طب تعالوا بس واحدة واحدة ايوه يلا ايوه يلا ايوه يلا ايوه يلا ايوه يلا ماشي طيب دلوقتي انا راجل اوكي وانا متربي على حاجات من ايام زمان شفت جدي وهو بيتجوز بالتمنتاشر واحدة وعادي بيخلف ابويا بيتجوز ومخلفنا عادي اه في شوية امراض نفسية بس يعني تمام انا معرفش حاسس ان في مزقوق كده افكار بتاع لو اكوني تقدري انتي سيبي تقلقي اشتغلي فيه اوفر والفكرة ان كمان المرأة عشان برضو اللي عايزين بقت الكلام باللوكش عشان تجيرون فيها مع بعض يعني ان المرأة بقت اللي هو ايه انتي هتعودي في البيت لو هتعودي في البيت وتبقي مجرد ست خلاص براحتك بس انا انا عايز ذلك الاحسن يعني اطلعي واشتغلي خليجي خلي عندك كيان عشان الراجل لا يؤتمن ولازم انتي تبقي قوية وبرضو في نفس الوقت اللي ست اللي بتشتغل يعني تعبينة نفسين ونفسها تقعد في البيت بس هي لا ما ينفعش فانا حاسس ان دي اختيارات زي ما انا بحب الكنافة بالاشتا وحب اقولها نابلسية عادي او اشطوطة او اشطوطة يعني كل واحد بيأكل اللي هو عايز وخلي بالك هي عايز اطلع في البيت تقعد لا انا عايزة عايزة اشتغل مش غلط صح؟ من غير مقطع كلامة كل حالة مختلفة يعني في حالة هي مضطرة انها تشتغل محتاج اصلا انها متشتغلش مفيش فلوس هي مضطرة انها تطلع وتشتغل ده حالة مقدرش اقولها سيبي جوزك وسيبي كل حاجة وسيب الشغل وخليها عندك طاقة وانسوية واقادي في البيت هي مضطرة انها تشتغل الراجل عنده الصلاحية ان يقول للست اقادي في البيت ومفيش شغل لا الصلاحية تجيلوا بالاتفاق يعني لو هو قعد معها وتكلموا مع بعض بالاتفاق لا انا بقول او عندي صلاحية عندي صلاحية بالاتفاق انا انا رح اقول لك انت عندك صلاحية تقول له لأ عشي بحياته بالاتفاقة انا عندي صلاحية اقول له لأ على اي شيء بالاتفاقة وهو بيمشي بهذا الاتفاقة والله العزيم جوزي موجود بالاتفاق يعني احنا بنتكلم مع بعض ممكن جوزي يكون يقول لي لا واحد اتنين تلاتة انا عايز اعمل كده فقاعد اتكلم معي طيب لو عملنا تلاتة اتنين واحد بدل واحد اتنين تلاتة لو بالاتفاق انا مراتي انا عايزك تعادي تربي عمر وأسامة تقعدي تربيهم بس شوف أنت قلت إيه؟ أنا عايزك تقعدي تربيهم لكن لو قال لي الولاد دول هم أهم حاجة عندنا في الدنيا هم المشروع بتاعنا في الحياة لا أمس الحكي المزوّة مش المزوّة المقنعة المقنعة هو إحنا مش في حرب يعني أنا وجوزي مش في حرب إحنا بنوصل لأحسن حاجة للفريق بتاعنا إحنا في فريق مع بعض هل هو عنده الصلاحية ودر باتفاق باتفاق أو أنا شايفة أنا شايفة أنه بالاتفاق عنده الصلاحية وأنا بالاتفاق عندي صلاحية وإحنا الاتنين بنكمل بعض إحنا مش ضد بعض وطول ما إحنا بنقوي بعد على بعض يعني لو أنا عندي لأ أنا عندي صلاحية أعمل كده لأ إنت ما عندكش صلاحية هنتخانق لكن لو إحنا بالاتفاق بنتكلم أوكي يا حبيبي داني إيه رأيها كذا كذا وعايز أقول لك كمان حاجة على مر التاريخ المرأة هي مسؤولة عن الأولاد والبيت البيت المملكة بتاعت المرأة على مر التاريخ لو يقدر يوفر لها كل حاجة الفلوس والأمان وكل شيء ده بيتها مملكتها فلما يقول لها بالاتفاق يعني هتكون فرحانة جدا وهي قاعدة بتعمل كده لكن لو هي محتاجة فلوس وهو محتاج فلوس والأولاد محتاجين فلوس للمدرسة وقال لها بالاتفاق أعودي في البيت بس أنا عندي نقطة إحنا ليه أصلا وصلين مرحلة إنه هو يقولها أعدي ما هي لو أم صح هي ما حتستنى حدا يقولها أعدي عشان كتب الاتفاق يعني إذا هي لا ما في اتفاق أصلا يعني أنا مو فهمة نقطة إنه ليش بدي أوصل مرحلة هو يحكيلي أصلا طب ما أنا وظيفتي لما أنا أخلف أولاد وأجيبهم على الحياة مش رح أستنى واحد يقول لي مش رح أستنى واحد يقول لي أعدي بالبيت عشان ديري بالك ما دام أنا قادر أعمل بالانس معناته أنا واعية ما دام أنا واعية وصلت مرحلة أخلف معناته أنا مسؤولة عن هدول أولاد إذا هو بوجهة نظر وإنه مش كيفية منقعد منحكي بس أكيد ما دام أنا أم ما حسنى حدا يقول لي قعدي عشان تربي أولادك شكولة نزة يا بعض ممكن أم تانية بس عندها باشنفر أي حاجة تعملها مثلا إيش إيش عندها باشنفر يعني أم كمان وبتحب أولادها وكل حاجة بس ما عندهاش الفكرة دي عندها أم بتقول لها لازم تشتغلي عندها برامج تلفزيون بتقول لها ما تقعوديش في البيت قبل أنه تلاقيش تغلي طب أنا مو شايف ليه بتعارض فكرة الأمومة مع الشغل أنا مو شايفتها بتتعارض بس في بعض الأحوال لشان كده كل حالة مختلفة عن التانية ما قدرش أقول دلوقتي على كل الحالات أعملي إيه أو ما تعمليش إيه سارة لا أنا ما بشوف عنده السلاحية أبدا خالص خالص أنا حاسة موضوع كلمة صلاحية ما عنده السلاحية يجي إلا عدي بالبيت لأنه هي ممكن يكون عندها شي بحياته حابة تشتغلي عليه حتى لو عندها أولاد حابة توصل لأولادها إمج معينة لأمهم يشوفوها بعدين فيه ليش هو بده يفرد عليها أو يعطيها ريئلة بديك تعدي بالبيت طب أنا عندي سؤال من اللي أخبره من العيال؟ من اللي أخبره من العيال؟ الأم مثل ما قالت الأم فيها تاخد بالها من العيال وفيها كمان بنفس الوقت أنها تشتغل وأنا ما عمقولة الأم هلا مثل ما قالت في حالات بس أنا ما عمقولة الأم تترك ابنها بايبي بالبيبرون راضيع تتركه وتروح لا كبيرة عنده ثلاث سنين أو أربع سنين بزغب تختار الوقت المناسبة اللي هي تقدر ترجع على بيتها بالوقت اللي ولادة ما في فرق بيناتهم كتير بالأوقات وبتقدر تربي ولادة ولادة وتشتغل وتعمل كل شي أنا بس دق أحكي نقطة بس أولا الأم مش اللي بتخلف بتربي وإذا الزلمة شاف أنه هاي الأم لأنه مش كل وحدة خلفت أم شاف أنه هاي الأم ما عم بتعمل دورها إلو الصلاحية يقولها أنت مأسرة بحق البيت هيدا وضعتيني هيدا وضعتيني يعني النقطة أنه عنده صلاحية إذا أنا إحنا شريكين ماراو زلمة شريكين إذا أنا شايفته مأسر بإشي معين عندي الصلاحية أقول له أنت مأسر بهذا الإشي وإذا هو شاف أنه أنا مأسرة بدوري كمرة أو كأم أكيد عنده الصلاحية يحكي عنده الصلاحية يقول لي أني لأ هاقدر أشتغل على الموضوع أني مأسر بس ما عنده الصلاحية اللي عملي هيك بحياتي يعني عارفين الإيمان الآخر الطريقة اللي إحنا بنقول بها الطريقة اللي بنتكلم بها مع بعض هي دي الطريقة اللي بتفرق عندك صلاحية أو لا يعني هي الطريقة هي الطريقة أنا ممكن أخلي جوزي يعمل لنا عايزة مثل بالطريقة أنا على فكرة بحب ده بحب الزكاية أيوة بالطريقة خلي بصد الزكاية اللي تعرف تاخد لن رجل أصلا خلي بالك يعني أنتو أسكن من الجلب كتير أنا هو ده أقول لي جوزي بقى أنت ما عندكش الصلاحية هيقول لي لا مش عامل دلوقتي أنت عندك بروجيكت باشن اتجاهه وهو ده وانت عايزة ولادك لما يكبر يقوله ماما كتشاطرة في الموضوع ده بس ده بياخد وقت انت عارفة فعاله ما رأس المالية اللي إحنا فيه لو عايزة تعملي ده ممكن في اللي قمتش طريق بعد تسعة ساعات بعد ده التسعة ساعات دي هترجعي هيبق ليك خلقة عمية طبقة مامية حسب هي كيف الوحدة حبي أو عاملي هيدا لو ده أثر على طبقة المامية اللي بينزق في معدة العيالي أكيد حيكونوا لولاد قبل أي شيء تاني بس كده أنا اللي يقول هي أهم حاجة أنا هو عفكرة فيما نست دايما يعني أنا أقول أنا مؤسرة على ولادي وأنا شوف أنه شغلي عم ياخد من وقت ولادي أنا ساعاتها بمدي ولادي ما في أم ما بتنتبه لا أمبالا لا في في شيء في أثر أنت هلا بعدك عم بتقولي الأم المزبوطة ما بتنطر من حداي إلا بالضبط الأم اللي ما عم تنتبه هي ما عندها مواصفات الأمومة صح بس إحنا واقعنا يعني حسب واقعنا إنه كتير احتمالية يعني ما بعرف بس أكيد في احتمالية إنه في أم مش منتبهة إنها هي عم بتأثر أو برأيها هي لأنه شوفي الترباية مش أنا أطبخ وأنضف للولاد مش يعني مش أطبخ وأنضف ويلبسوا ويروحوا على المدرسة ويحلوا واجبات هاي اسمها إني أنا عم بأدير بالي عليهم عم برعاهم الترباية إني أنا عشتغل على شخصيتهم يكونوا قياديين يقدروا يعبروا عن حالهم هذا بد وقت فإحنا نكونوا واقعيين إذا يومنا 24 ساعة أوكي عشر ساعات منهم نايمة و14 ساعة مقسومة بين شغل وبيت بدأ أكون أم وزوجة فبدأهم وقت وفي مراحل عمرية معينة بالولاد لازم يكونوا هم البريوريتي أكتر عن الشغل أكيد لأنك أنت تربي ليدر لبكرة بدأ وقت بدك تسمعي يعني بدك توعدي وتسمعي لبنتك أو ابنك ساعة أو ساعتين ويماقش وبدك تكوني نوعون بمواقف كتير بحياتهم لأن المواقف اللي بيجوا بيقولولك إياها هي المواقف اللي أنت بتقدري تريز تبني عليه 100% I agree وقت ما الوحد تحس أنه في شي عميل هي عن ولادها أكيد بدأ تبدي ولادها وعيلتها بس أنا back to the point اللي هو قاله الصلاحية يجي يقلك صلاح عنده الصلاحية يقلك قاعدة بالبيت لا يا ممي هو أنت عندك بس مشكلة في الطريقة الطريقة وبلس الطلب اللي منه مبني على أساس يعني مبني على فكرة أنه الرجل مراته بتتبعه الرجل اللي بيقوله المرأة لازم تنفذه الراجل لما يقول شي المرأة تعمل شي طيب دلوقتي أنا تكلمت معك بالراحة أنا اتكلمت معك وتكلمنا بالتفاهم وفي اللزازة وانت شايفة وبتاع وانت لأة ومستقبلي وبتاع ما هو خلاص خلقه دا فهيجيله حتى خلقه دا من إيه؟ ما هو بيحاول يتفاهمك بالراحة أن العلب تضيع سنتين ويفتح تيك تكوة تبقى مصيبة صودة بعدني برجع بقلك إذا فيه الموضوع بيدق بالولاد أنا 100% لولاد فوق تعالي تعالي أن يصير الجدر مفيش ولاد مفيش ولاد هو عايز مراته تبقى قاعدة متدلع عايز يقعد يمبسط مع مراته اللي بيحبها خلاص دي واحدة شغالة 9 ساعات قاعدة مع خلق الله في الشغل طب أنا حقالك في السيناريو وش رح يصير عايزة تقعد متدلع وقاعدة بالبيت بيروحه بيشتغل 9-10 ساعات بيجي هو ما بيحكي شو بيصير معه برا أعملت إيه كويس كيف كان نهارك ماشي الحال كيف كان شغلك ماشي الحال بدلا هي قاعدة هيك ما فيش تشاركه فيه حديث ما فيش هي عم تشتغله ع حالة تشاركه فيه يوصل مع الوقت مرتي ما بتحكي زهقتني ما عم تتطور بدي واحدة متطورة معي بدي واحدة تحكيني عن مشاريعها بالحياة بدي واحدة تبرينستور معي عرفتي يعني نحنا منقول عنا بلبنان يعني شو منقول يعني يعني لا حقول لا عرفت لا أنه عادي عادي بالبيت مثل ما أنا بدك عرفت الزوجة الصالحة اللي بتحضر له هيك عجبه ولا إذا طلعت بيقول لا أنا الراجل لما قلك تعدي بالبيت عادي بالبيت طيب لو فيه امرأة هي عايزة تقعد في البيت وبتعرف تعمل تستمتع بوقتها تولي اليوم وتعمل شوپنج هوم لها إخرد عليها وموفر لها فلوس وموفر لها كل حاجة وهي مبسوطة بالقصص العالمية والله الموجودين يا جماعة يا ستة دا هل لنا كلهم كده يا جماعة موجودين والله العظيم نحنا ما عام نحكي على الجيل قبل الفكرة الفكرة كلها الفكرة كلها الفكرة كلها أنه فيه دايما قصة مختلفة دايما فيه قصص مختلفة فمنحكمش نقول دا اللي بيحصل على كل الناس يعني منحكمش نقول ما ينفاشش تقعد في البيت دعاء ماجوريتي طيب أنا عايزة أقول لكم أنا أبسط الموضوع عادي أنا بالنسبة لي زي موضوع بامية وملوخية في واحدة بتحب البامية وواحدة بتحب البامية خلاص حلو ليه حبي كده فيه بنات وانتو عندكو قدر يعني فيه بنا بنت ما برضو صارة متحوريش بنت لما تعايز ترغي بترغي أنا أمي لو الله العظيم أمي بتجينيريت كلام يعني يعني هتعرف تطلح حكاية من اللامبا دي هتعرف تقولي تبني النص ساعة أنت برضو بيبقى خلق إجدائية برضو أنت عايزة يعني عايزة تحسي من نفسك أنا حاسس بهاجة تعالي نوصع شوية كده فيه أنا بحس إن فيه فكر مسؤول في العالم كله تجاه إن احنا تعالي بقى إيه الأسرة دي تعالي نفككها تعالي نفكها ويبقى فيه خناقة عشان يتلهوا في بعض وننسى مشاكل الحقيقة تعالي عشان نخليهم يشتروا أكتر كل أحد يشتري بقى فأنا ده إحساسي إن إحنا الموضوع كان بسيط وقد تماشي إحنا بس عادنا نحاول نبقى بنتوره لحد ما بس خالص إيه بس هو شو اللي يخليه يبوس خالص العند العندة والله أنا بحشوف كده لا مش العندة توزيع الأدوار بين المرأة والرجال صارت عم بتكون غلط صارت المرأة منا حاسي حالة مع هيدا الرجال إنه هو رجل بكل معنى الكلمة والرجل يعني فيها فيكو دل أدوار الراجل نفسه اختلف الراجل دلوقتي مطلوب مني بغيور اتنين وخميس وثلاثة واربع متفاجئة الراجل مش عاد في عامل إيه لا ولو إيه إنت لو إنت إنت الأسد إنت مهما هذا يحصل لو أنا مشي زي ما أنا عايزة ورجالها ما حدش تكلم معيش أنا جنبي أسد يعني إيه يعني يعني هو يروح تخلم يعني إنت ماشي نيكول سابا وأنا أفضل أدفع عنك بقى طب فهمها قصدي مهما برضو فيه تحديات وبقى فيه وكل ما الجيل بيصغر بقى فيه اللي هو إيه اختبارات بقى فهم هتعمل إيه لو استفزتك وقلت لك أن أنا أشتغل ستة شهر ساعة في اليوم هتعمل إيه لو أنا قلت لك أن أنا بقى لبس البكيني وبقى لبس كده في اللي أنا عايزاه هتغير ولا تلمي بقى فيه عبط كده فيه ناس تربي يدهج ما هو أنت يخلي بالك الكلام بتاع الفيمنيزم اللي بيتقال ده بيأثر على العالة بقى اللي هيطلع يكلونا والمصحف هاي الصغارة دي هيكلونا وما فيش بيت ما فيش صالة بتاعها هتتفتح لأنه هو هنعمرين بنحاول بنطور في الموضوع لحد ما بقى بيبوز مننا وما فيش أسرة أصلا الرجل بقى يعني من كتر ما خلاص ترامانتي أكوال وحلوة كده نزيل يشتغلي بقى وستر في معافة للإيجار لاك شغلة أنا عم بحكي بس أنا مني كمان أنه المرأة والرجال يكونوا بكل شيء إيكل هي اللي وصل المرأة أنها تكون به بشخصية عندها نفور من كل شيء هي هاي دي الإيكواليتي بطريقة ما في إيكواليتي إن هي تاخد طاقة ذكرية مش بتاعتها يعني ما فيش يعني الراجل بقى لك ببداية الحلقة يكون راجل الراجل عنده مواصفات إحنا منكمل بعض تبقى عنده مواصفات الست يعني ما فيش مقارنة ما بين الراجل والست صح؟ يعني أنت ضد المساواة ضد إنه حدا يجي يقول لا 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 أنا عايز إجابة واضحة عشان بس أنت ضد المساواة ضد المساواة تمام؟ يعني إحنا مش مختلفين يعني إحنا اللي عم نحكيه يكون فيه عدل بزاو بتعادل مش موضوع مساواة عدل مش مساواة إنه أنا أشتغل زيك وأعمل زيك ويكون عندي عضلات زيك؟ لا أكيد لا طب أنا عندي سؤال مين وصلها؟ مين وصلها؟ برجع للنقطة يعني أنا ضد هيدا الشي بس مين وصل المرأة إنه تحط راسها براس الرجال هو معاملة الرجل هيدا الوقت بمجتمعتنا للمرأة كمان دايما under estimating her دايما بيقلل معه بأمور معينة فاللي هو وصلت لمرحلة إنت بتشتغل؟ أنا بتشتغل إنت بتطلع مصاري؟ أنا بتطلع مصاري بعد أنا زيادة عنك أنا بربي أولاد يعني ما هو لما الرجل بدوا يعامل المرأة روحي جيبا لولادة من المدرسة جيبا لولادة ما بعرف من وين طب هي لا تقبل هي ليه مش الموضوع نقاش وتقسيم هو اللي صار هيدا الڭروب من النسوين اللي قبلوا هيدا الشي هني اللي كتروا للرجال اللي من هيدا النوع أنا بحس لا أنا بحس هي مشكلة كل واحدة لحالها أنا بالنسبة إلي بس هي هيدا المشكلة عامة بس ما بزبط تقولي والله عشان سارة قبلت فجوزها لدعاء رح يعمل لأنه جوز صار هيا دي أصلا قص الفساد هيا مع أنتوا بسنتوا في دي هيا أنتوا بتبص على السقوخ استني بقى عالي باشا عارفهم بسم نظر هو مشكلة أنت بتبص ما هي ما شايماء هاي جوزها سايبها هو حلو إنتا ليه عامل كده ما هو أصلا سبب خراب الدنيا أنا آسف بقى أنا عارفنا بخبص في الأعراض دلوقتي بس سبب خراب الدنيا دي كلها أن الست بتبص على جنبها فما حدش بقى 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 مختنق دي دي معتا خواتي ودي حياتي يا دي الست ويا دي الست فعلا الموضوع كبير قوي يعني والراجل اتغير بس يجب بس ليه ليه لأنه بطل عم يعطي ليه أقولك ليه أنا لا أنا رح أقولك ليه ريال لايف إكزامبل أنا شفت صحباتي تمام بتحمل مبروك وهيك بتخلف تيجي أول يوم بقولها سوري أنا ما بعرف أغير حفاظة يوو ما بقدر أشم بتقوله أنت أصلا ما بتعرف فهي لأنها أول ليلة بتقوله أه أنت ما تغير لأنه أنت ما بتعرف لأنني أنا علمتك مرة وأنت ما عرف تحفظ حمودة فخلص بليز أنا بصير أحفظ بتصير تحفظ بعد تاني يوم لا ما هو بيكبر الولد اللنش بوكس لأ أنت ما عم بترتبه بطريا اللي أنا قلت لك ترتبها التفاحة فوق والموزة تحت دقيقة دقيقة لا 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 دقيقة 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 أقولك سارة أقولك شو بصير لا أقولك خلينا أكمل نقطتي بعدين شو بصير أنا عم بحكي لك ريال لايف إكزامبل بعد شهر شهرين ثلاثة بترجع بتقولك ما بيساعدني بقولها طب عندي سؤال أنا سألت كل واحدة من صحباتي إجت قالت هذا الإشي سألتها سؤال هل أنت كنت تخليه يغلط وتقولي له أنت غلط بس اتركيه ما هو إذا أنت ريحتي للزلامة هو هيقولك شكران بشكورة أنا هذا اللي بدي طب هيدا ريال إكزامبل دقيقة لما توصلي إنتي عالمدرسة كل مرة توصلي عالمدرسة ما بزبطيج بعد قصباتي لولي باي ذوي أنا عم بتعب بليز وصل لا ما هو من الأول خليه شارك معاكي من داي وان قبل ما تخلفي قبل ما تخطبي هيدا اللي بيشارك ما أنت عم تقولي ريال إكزامبل طب ليش أخطبي طب ليش أخطبي مثل ما أنت عندك أصحاب عم بيقولوا هيك أنا عندي أصحاب عم بيقولوا هيك ايش بيقولوا بتقوم مثلا بالليل بتردع البيبي بتعطي الببروني طبعا بعد ساعتين بيفي بليز الله يرضى عليك قوم أنت أخد الببروني ما بقدر شو بتعمل هيك خاف الورد يتشدق شو بتعمل قوم ما بقوم قوم ما بقوم شو هيدا ابني بس ما هو ابنك تمام شو بتعمل ولا شي بتقوم لا الولد حيموت جوع يعني مرب مراضي هلا الولد بيموت جوع زعية عشر دقايق لا يعني إذا هو ما بدوا يقوم مثلا بتروح للتطعيم تطاعم الولادة بدك الصراحة سارة البنت ما بتتحمل تربي جوزهم أبدوك الصراحة لا أقول لكم الصراحة اتبسي ع حالك شو يخلي البابي يبكي حيقوم طيب أولادك مثلا بيكون عندهم وبدك تاخدين انت للتطعيم مستحيل أروح لحالي مستحيل أروح لحالي ولو هو ما راح معي شو بتعمل بقول له هاي هم ما تطعموا ايه مين اللي إذا انتي متجوزة لا ما هو إذا انتي متجوزة واحد منطقي من أول يوم تتعرفي عليه بتقولي له حبيبي باي ذوي إحنا لما نتجوز أنا صفاتي واحد اثنين ثلاث الحقيقة مشاركة يا سارة عم تحكي على رجال سارة اللي انتي عم بتقولي معهم بالتفاهم وهيك ليه خلونا نكون شوية ريالستك ليه أنا عايزة أقول لكم حيقة طب لينا نتجوز حاجة مش مريض نفسية الرجالة فين الرجالة فين أنا عايزة أقول لكم من الآخر والدتي ممتي ربت رجالة علمتنا بنشارك بعض يعني إحنا الاثنين بنشاركين مع بعض مافيش حاجة اسمها ده أحسن من ده ولا ده أحسن من ده إحنا بنكمل بعض كأخوان وإخوات كأولاد مافيش حاجة اسمها إحنا بنكمل بعض يعني الولد مش أحسن من البنت ولا إنت أحسن منه ولا أي حاجة إحنا بنكمل بعض فإحنا بنكمل بعض اللي أنا بحتاجه هو بيعملهولي والهو بيحتاجه وأنا بعملهوله بحب وانتهى الحب أخواتي بيغيروا البمبرز أخواتي بيشتغلوا في البيت بيعملوا كل حاجة بيساعد في كل شيء بالحياة أكيد يعني بنرجع للأساس الأم إذا الأم ما قعدت بالبيت وربت لولاد إنه يطلع زلمة سوي دقيقة لا 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 أنا ما بحكي تكون ما تشتغل تعود تربي الولد الذكر قبل البنت إنه يكون زلمة مش لما هو صغير روح يجيبي لأخوك كاسة الماء أخوك عط شو عم طب ما يقوم أخوها هو يروح يجيب الكاسة فمنرجع للأصل إنه الأم هي اللي بتربي المجتمع وهي اللي بتبني عيلة سوية إذا الأم عرفة تتربي ولادها الذكور صح ما بيطلع عنا زلم مرضين نفسيا في الآخر كم أنا عايزة أقول لكم حاجة الدنيا مريتك الدنيا هي مريتك لو أنت في طاقة أنسوية مظبوطة هتجذبي ذكور فيها كل الرجال اللي في حياتي كل الرجال اللي في حياتي يعني زوجي راجل بجد وبيساعد في كل شيء إخواتي رجال بجد بيساعدوا في كل شيء وبيعملوا كل شيء لطاقتك الأنثوية عم تجذب الرجال الصح شفتي سارا أنت ما عندي طاقة طيب يعني كل عادة كل عادة بعضة مع ستات بحيس أن أنا رايح في طريق وان وي يعني ما بيرجعش برضو مش بفهم حاجة برضو بيبقاش عارف أعمل إيه فهو ما لهاش فعلا كتالوج زي ما صارا قالت وربنا بقى يعني صبرنا بقى عشان هاتعبت وبانهج أنا بانهج باتكلم مع ستات هم هيعملوا بودكاست مع نفسهم وأنا هتكلم مع حاجة تاني شكرا 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 عادة عرب جديدة طب قولة بنفس انت وعم تختار مبسوط جدا مبسوط جدا وفهم كل حاجة الحمد لله استنونا في عادة عرب جديدة سلام عليكم